بص انا عارف مقدر كويس قوي ان انت متلغبة كل ده عادي وكل ده مرنا به انا كنت في وقت من الاوقات في مكانك وبتفرج على فيديوهات زي دي بالظفر لحد لما وصلت المانيا عايز بقول لك انك مش لوحدك انا في ظهرك بجاوب على كل اسئلتكو في الكومنتات خصوصا لسئلة اللي بتوصلني على الانستجرام اي حد ببعتلي في اي وقت انا برد عليه يلا نبتدي ونفاهمك الدنيا ماشية منين ومنيني وهدي على فين علشان تبقى عندك او فكرة كاملة عن السفر للمانيا في الاول كده انت واحد عايز تدرس في المانيا اول حاجة انت محتاج تعرفها انت هتدرس ايه عايز تدرس هندسة ولا تدرس طب ولا تدرس فن ولا تدرس ادب ولا تدرس ايه بالزبط دي اول حاجة تعرفها وتعرف ايه الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها ودي عملنا لها فيديو لوحده في استخدام موقع الداد وتكلمنا باحترافية عن ان ازاي تجيب الجامعة المناسبة ليك المناسبة ليك في لغة الدراسة سواء هتدرس بالالماني ولا هتدرس بالانجليش زي حلاتي ليك أهل في ألمانيا وعايسبة قريب منهم فبتختار جامعة قريبة منهم المناسبة ليك في المصاريف الكلية في المصاريف الحياة حاجات كتير قوي تعلمناها وعرفنا إزاي نجيب الجامعة أو التخصص أو البرنامج اللي احنا أصلا عايزين ندرسه ودي كانت أول وأهم خطوة وأكتر خطوة تقريبا بتاخد وقت ارجع للفيديو ده وانت هتعرف تبتدي إزاي تاني حاجة تكلمنا عليها وهو أكتر سؤال كان ملغبطني أبدأ إمتا؟ خلاص أعرفنا إحنا أبدأ إزاي؟ طب أبدأ إمتا؟ إيه الوقت المعين اللي أبدأ فيه؟ وكل ورقة بتجهزات والبروستس اللي أنا هعملها دي هتاخد وقت قد إيه؟ ايه الديدلاينز بتاعت الجامعات؟ وكل ورقة بتاخد وقت قد إيه؟ تفاصيل كل ورقة جدول زمني معين تقدر تخلص فيه الورقة بتاعك قبل الديدلاين وتلحق الترمي بتاعك من غير ما التقديم يفوتك بعد ما بتفهم البروستس وتاخد أوفر فيو عنها أنت بتبقى محتاج تعرف فيها الأوراق المطلوبة في الفيديو ده كلمنا عن كل الأوراق اللي أنت هتحتاجها للسفر لألمانيا إزاي بتوصقها؟ الأول يعني إيه بنوصق الورقة؟ توصق ورقة يعني تجيب شوية أختام لها تجيب أختام مثلا من كلية أختام من الجامعة أختام من الخارجية وفي الآخر خالص أختام من السفارة بعد ما بتعرف كل الأوراق اللي أنت مطلوبة وبتجهزها وبتخلص كل التوصيقات بتاعتك وبيبقى الورقة بتاعك في إيدك معاك بتبتدي ترسل الجامعات وعرفنا في الفيديو ده عن إن إزاي تبتدي ترسل الجامعة وترسل الجامعة إزاي أصلا وتبعت لنين وهم هيردوا عليك يقولوا إيه وإزاي لو ردوا عليك ورفضوك إزاي ترجع تجيب قبول تاني كل ده هتلاقيه في الفيديو ده وحاولنا كمان نجاوب على الأسئلة كتير بتدور في دماغكم زي مثلا إيه تخليف الحياة في ألمانيا إزاي أعدي من الانتربيو بتاع السفارة إيه المشاكل اللي ممكن الفيزا بتاعتك تترفض علشانها إيه قصة المنح الدراسية والحساب البنكي المغلق وإزاي لو أنا مش معايا فلوس ومش معايا لغة أسافر ألمانيا تجربتي الشخصية أنا قالتها لكم كلها هنا في اليوتيوب تشانل دي فأنا بعتبر اليوتيوب تشانل دي بالنسبالي كنز لو أنا واحد لسه ما سافرتش ألمانيا الفيديوهات دي كلها لازم تدونها عندك حتى تفاصيل الحياة في ألمانيا كمان هتلاقيها في فلوكات موجودة لو أنت عايز روح السوبر ماركت لو أنت عايز كل تفاصيل الحياة وسفرياتي كمان برة ألمانيا في أوروبا خلاص أنت بقيت في بلد مفتوح تقدر تسافر لأي بلد أنت عايزها كلها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل دي فدي كنز بالنسبالك كنز الواحد نفسه يسافر ألمانيا أو بيحب السفر عموما سواء للدراسة أو غيرها اليوتيوب تشانل دي هتبقى كنز للنسبالك فبتنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات وتعملينها طبعا فلوه على الانستجرام علشان بينزل عليها الديلي ستوريز لو أنت عايز تعرف تفاصيل الحياة في ألمانيا عاملة زي كل يوم وطبعا طبعا طبعا قبل ما تروح تشوفوا البلايليست أو تنزلوا تشوفوا الفيديوهات اللي موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس اللينكات بتاعتها تلاقيني بلا تتبقى لكم كده أي حد يبعتلي أي سؤال على الانستجرام أنا برد عليه بس عندي ليكو هنا شرط مش شرط هو رجاء أو طلب الناس اللي بتبعتلي عن الانستجرام يا ريت يا جماعة نخش على طول في الموضوع مش سلام عليكم ونغيب إسبوع ونرجع تاني أو نبعت مسلا سؤال بسؤال لأن انت أنا في اليوم الواحد بيجي لي حوالي 35 سؤال بجاوب عليهم أو على معظمهم لما بيبقى فيه عندي وقت تخيل انت بقى لما رد على سؤال وتلاقي واحد تاني بعتلي هو نفس الشخص ده بعتلي كمان سؤال الاسبوع اللي بعده انت متخيل انا هنسى الكيس بتاعته وانسى وفي سنوية عامة ولا في كلية ولا ولا ايه الكيس بتاعته فبضطر تاني ارجع اقرأ كل الاشيات اللي ما بيننا واسمع كل الريكوردات اللي ما بيننا علشان انا ما عرفوش يعني انا ما عرفوش فبياخد وقت من ناس تانية كممكن اجاوب عليهم او ممكن ارد عليهم وساعد ناس تانية فابعت كل اسئلتك كلها مرة واحدة علشان تحافظوا على وقتي زي ما انا بحافظ على مجهود وتعب في فيديوهات تانية او او تشتيت حافظوا كمان انتو على ورقي وبعتولي دايريكت على طول الاسئلة بتاعتكو كلها واحدة نين تلاتة عشرة ياما ريتن ياما في سكرا 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 ويارب تتمتعوا باليوتيوب تشانل دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة